كما أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن اجتماع اليوم يأتي في ظرف دولي دقيق يموم بالأزمات والتحديات ويشهد تهديدا لمزدقية النظام الدولي متعدد الأطراف وتغلب عليه النزاعات والسياسات الأحادية وأضف رئيس السيسي أن مصر تؤمن بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب جنوب كأحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الراهنة يأتي اجتماع اليوم في ظرف دولي دقيق يموم بالأزمات والتحديات المركبة ويشهد تهديدا لمزدقية النظام الدولي متعدد الأطراف وتغلب عليه النزاعات الحماية والسياسات الأحادية حيث تؤمن مصر في خدم هذا التشتت بدرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب جنوب كأحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الراهنة حيث كانت مصر دوما في طليعة الدول التي حرصت على تعزيز التعاون بين الدول النامية فضلا عن سعيها الدقوب لضعم مصالح وأولويات دول الجنوب في مختلف المحافل الدولية